تستضيف الدوحة بطولة العالم لألعاب القوى في ظل درجات حرارة تصل نهارا إلى 38 درجة مئوية ورطوبة تناهز 50% لكن الرياضيين الذين سيقومون بتمارينهم في الحر سينتقلون عبر نفق مبرد إلى استاد خليفة دولي حيث سيصبحون بعيدين عن تأثير الطقس الحار هو استاد خليفة دولي الذي سيستضيف المنافسات الأساسية للبطولة هو أحد الملاعب المضيفة لمونديال كرة القدم 2022 وهو يتمتع بنظام تبريد يجعل الحرارة داخله ما بين 23 درجة مئوية و25 تحدثنا عن استاد مبرد لكن درجة الحرارة لن تكون متدنية إلى حد التجمد في الملعب ليس من الجيد أن يكون الجو باردا للغاية في الملعب التقس الحار جيد للعدائين على سبيل المثال نظرا إلى أن أداء الرقد يكون أفضل في أجواء حارة ولكنه مصدر ضغط إضافي عليهم لذا ستكون الحرارة معتدلة عند المسار والتبريد سيحصل فوقه عند مدرجات الجمهور وتؤكد السلطات القطرية أن هذه المنظومة المتطورة تثبت قدرة الإمارة على استضافة نهائيات كأس العالم المقبلة في ظل أجواء مناخية مريحة ترجمة نانسي قنقر